اتفاقية الحكمة الذاتية كانت 51 المصريين حقيقة كانوا في الزمن ذاك يعني في بعد مؤتمر الخريجين تكونت الأحزاب السودانية بدأ تكوين الأحزاب السودانية فاتكونت الأحزاب السودانية في أوائل الأربعينات وكانت كلها أحزاب وطنية اللي هي إفراز من مؤتمر الخريجين لذلك نحن بنقول التاريخ ده عشان الأجيال برضو تستغري ونحن ذاته نستفيد من تاريخنا عشان نمشي ليه قدام فبعد كده نموانتكونت الأحزاب السودانية في الأربعينات كانت هي يعني راس رمح في المطالبة باستغلال والبريطانيين كانوا يعني وعدوا بعد الانتصار في الحرب العالمية الثانية وعدوا المستعمرات بأنهم يدهم استغلاله لكن بدوا يومات له ساعد الأحزاب السودانية الساعدة في إنها تمشي يعني خطوات متقدمة في الاستغلال إنه قامت الثورة في يوليو 52 قامت ثورة يونيو 52 في مصر بغيات محمد نجيب محمد نجيب كان مولود في السودان وقرر في كلية غردور وعنده جزور سودانية فتعاطف جدا جدا مع السياسيين السودانيين وكان متفهم ما يحدث في السودان نعم